موسيقى استد علي عبدالعال درجة العادة في الخطاب الإسلامي عندما تستمع على شيوخ الخطابة في المساجد في المحاضرات الغرب الكافر الغرب المجسوس الغرب الإفرنجي الصليبي الكافرة ديار الكفر وديار الإسلام نحن أشرنا إلى بعض المعلومات التي تتحدث عن ولع بعض المسلمين بالزنا واللواط والمجون في الأندلس اليوم إذا ذهبت إلى الغرب وتتجول في الكل القارة الأوروبية وهناك خمسون مليون مسلما اليوم يعني تمانون بالمئة من المسلمين في الغرب يعيشون شحاذين بفضل المساعدة الاجتماعية الغربية يعني الأوروب يدفع الضريبة لمصلحة الضريبة وتقوم الدولة الأوروبية بإعطاء قيمة مالية للمسلم يسمى قيمة الأكل قيمة الأكل يعني المسلم لا ينتج لقمته أو في الغرب لو كان في العالم الإسلامي لهاند يعني الأبقار والمعز تجد رزقها في العالم الإسلامي تمنون بالمئة بدون عمل في السويد مثلا نعطيك مثل خمسمات جمعية إسلامية يوجد جمعية إسلامية جمعية يهودية واحدة كل مسجد في أوروبا فيه مشكلة لماذا بسبب السارقات لأن الدولة الأوروبية بسبب قانون دعم الديانات والتنوع الثقافي تعطي ميزانيات للمسلمين فالهيئات الإدارية في المساجد تقوم بالسارقة أو تجد إمام مسجد يوظف زوجته كمكنسة ويقول لها ابقى في البيت ظاهرة الطلاق الكاذب المسلم يطلق زوجته كاذبا على الورق تعطى من قبل المؤسسة الاجتماعية يعطونها بيتا يسترجع زوجته ويؤجر البيت بالأسود أنا كنت أزور المعتقلين المسلمين في الغرب فكانت تجار المخدرات ومغتصبون الفتيات يقولون لكل مدير السجن يجلب لنا الطعام الشرعي يعني الدجاج أو اللحم المدبوح على الطريقة الإسلامية أقول لهم أنتم لو أكلتم الخلزير يتبرأ منكم تروجون المخدرات باسم محمد وباسم الإسلام وتدعون أنه الإسلام النظيف والحضار الإسلامية يعني المسلم لم يكن على مستوى دينه التفجيرات التي وقعت في لندن في مادريد في كل حدب وصوب صور المسلم في الغرب وهو يدبح ما شاء الله يتبجح تأتي المصورة تنشر المسلم دي اللحية الطويلة وهو ينحر المسلم ويقول الله أكبر يعني هذه السيئات وهذه الأخلاق العفنة عندما تصل إلى الغرب ماذا تريد من هذا الغرب أن يترد عليك ويؤدي لك صلاة الغفيلة يا أخي أنت غريب حقيقة كغرابة العالم الإسلامي أستاذ علي كغرابة العالم الإسلامي يعني أنا محتار في أمرك والله محتار في أمرك سلمك الله أولا أنت تعطي يعني أديني فرصة أتكلم الله يخليك أولا كل ما ذكرت نحن لسنا غافلون عنه هذا موجود بالفعل لكن ما أظن أن هذه الحلقة الكريمة وهذا الوقت الثمين من وقتك ووقت ضيفك ووقت المشاهدين لم نضيعه من أجل أن توصف لنا المآسي والمصائب والجرائم يعني أيضا أستاذ علي يا أستاذ علي أنا ما جئت إلى هنا لكي أندد بأمريكا وأوروبا نعم أنا معك تعالى نسطة أمريكا يا أخي أنا لم أطل منك أن تندد لكن نوقف الدمح بيننا أولا نوقف الدمح ثم نجم على أمريكا يا أخي أنا لم أطلب منك أن تندد نحن جئنا لكي نبحث أو نبحث في العلاقة بين الغرب وبين الحضارة العربية الإسلامية يعني ما ذكرت من مشاهد لو جبت أصغر طفل في القاهرة ولا في اليمن ولا فيه هيذكر لك هذه المسهد هذا موجود والداني والقاصي يعلمه لكن لا تصدق أن كل المسلمين بهذه الطريقة من قال ذلك الإسلام مليء مليء باحترام الحيوان الإسلام مليء باحترام الجماد نفسه كنا نستحضر بعض الدعاة إلى الله إلى العواصم الغربية فنقول لهم في الصباح من الصعوبة بمكان أن تلقوا وعظا وإرشادا لأن معظم الطلبة من الجاليات المسلمة يعني ملتزمون بالدراسة خصوص الأطفال ففي الليل أحسن والله كان بعض الدعاة يفضلون السهر على الأفلام الجنسية على أن يعلموا أبناء المسلمين دروس الإسلام